السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس الأربعون من كورس بناء المهندس المدني وهو الجزء الأخير من الجزء الرابع وهو بعنوان الكمرات الآن هنا بإذن الله سينتهي جزء الكمرات بهذا الدرس الدرس الأربعين هذا عبارة عن إذا كان لدينا أعمدة مثلا تم بناء المنشأ أثناء فترة العظم وتم عدم وضع كمراء ثم فيما بعد أراد المالك أو رأى المهندس المصمم أنه ينبغي إضافة كمراء جديدة بين عمودين مثلا لنقول أن هذا العمود هنا وهذا العمود نريد أن نضع بينهما كمراء من خرسانة مسلحة ما هي الطرق التي نتبعها؟ أولا نضع الشدة الخشبية ونضع السقالات ثم نضع الشدة الخشبية ثم نضع خشب الجسر أو الكمراء من طرف واحد فقط من الجهة لنقل الجهة الثانية لو لاحظنا من هنا هذا الطرف ثم بعد ذلك نحفر العمودين نحن نريد أن نضع الكاميرا بين عمودين نحفر العمودين بعمق 10 سنطة ثم نضع السياخ حديد بهذا الشكل داخلها من العمود إلى الكاميرا يتم حفر خرسانة العمود بالدريل أو بسواه ثم نقوم بوضع السياخ الحديد داخل الحفر بعمق لا يقل عن 10 سنطة يعني هذا الحديد الذي وضعناه في العمود يدخل داخل العمود بعشرة سنطة بعد أن نضع الحديد نثبته بآيبوكسي الآيبوكسي هذا يثبت الحديد الذي تم وضعه في العمود تم خرق العمودين وإدخال الحديد داخلهما بعمق لا يقل عن 10 سنطة نلاحظ طبعا يكون الحديد مستقيم وليس معل بعد أن ينشف الآيبوكسي بعد وضع الحديد من الجهتين نقوم بوصل حديد تسليح طولي للكاميرا الجديدة بحيث يلتصق تسليح الكاميرا الجديد بالحديد الذي تم غرسه داخل العمودين بهذا الشكل يتم توصيل الحديد حديد الكاميرا ثم أخيرا نكمل الخطوات المعروفة من وضع الكانات والتأكد من المسافات ثم نغلق هذا الحديد بنجارة الكاميرا من الجهة الثانية ثم يتم الصب طبعا لا استلام نجارة وحداذة الكاميرا تحدثنا عنه فيما مضى هذا هو شكل الكاميرا بعد الصب إلى لقاء جديد بالدرس القادم إن شاء الله عن الأسقف وأنواعها وهو أهم جزء بكورس بناء المهندس المدني لا تنسوا الاشتراك بالقناة أيها الحبة وتفعيل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا